قلسيت أن أسوريو في مبورات الشباب هي الأزمة الدائمة عندنا في القرى المصرية لو هتدافع كويس ما بتعافش نعمل تحولات هجومية كويسة فهو دافع كويس بس تحولات هجومية للزمالك في الشوت الأول تحديدة كانت ضعيفة جداً وبدأ يعمل تحولات أو بدأ ياخد المخاطرة بعد ما تسجل فيه هدف وهيفضل عنده نفس المشكلة عنده المشكلة هيفضل عنده نفس المشكلة أنها مرتبطة بحاجتين مرتبطة بقناعاته ببعض اللاعبين ومرتبطة بالقوالة اللي موجود عنده بالفريق يا ما ينفعش أن أنا أحط شكبالة وعنده 37 سنة وأطلبه أنه يلعب 90 دقيقة وغير 90 دقيقة وأطلبه أنه هو اللي يعمل التحولات والترانزيشن فمش قادر يعملها طب ما تيجي نشرح يالله بي يالله بي ما تيجي نشوف يالله تيجي نشوف يالله بي بوسكري ده التشكيل المفترض أنه الرجل هيلعب بي الرجل لازم لازم وطاليسكا وأي حد في الخط الدفاع بتاع النيلزة مالك فعلي قال أخذ واحدة من الاتنين أني بقى عندي ميزة في القرات الهوائية والقرات العالية لازم يبقى عندي حسام عبد المجيد موجود في التشكيلة اللي ما بدأش بالمناثة ومبراط الشباب ونزر من على البنش في الصوت التاني وجنبه محمد عبد الغني حمزة المسلوسي لازم يطلع من القلب يروح نحيط اليمين لأن أخطر جبهة الجبهة الشمال اللي فيها آليكس تليس بتاع الونيت بما أنك مشجعين الونيتد يعني آليكس تليس ما عملش حاجة يعني فمش ما يفرقش معي في حاجة يعني جي عشان يعوضنا لوك شو لوك شو عمل حاجة فعادي فهو جالك جالك بقى في النصر السودي فأليكس تليس والموهبة غريب اللي بيلعب ناحية الشمال فلازم إنها حلمين يبقى فيها لعيب عنده قدرات دفاعية جيدة اللي هو حمزة المسلوسي فلازم حمزة يطلع من القلب يطلع على الطرف حسام عبد المجيد موجود هو بقى وخياراته يلعب هنا حسام عبد المجيد وينزل الزناري أو يعتمد على محمد عبد الغاني جنبي حسام عبد المجيد ده خياره مش تفرق كتير يعني وناحية الشمال هيعتمد على حاتم سكر وإن كنت وفضل إنه رجع فتوح هو شايف إنه فتوح بالنسبة له بيعمله نقلة في وسط الملعب ولكن أنا معاجد ده إنه لعب فتوح لو فضل معتمد على الثنائية في وسط الملعب بتاعة الثنائي دونجا وجامبو روقة أو دونجا وجامبو عمر السيسي أيا كان يعتمد على اتنين هولدرس وسط الملعب إنت بتقابل خط وسط مرعب بتلعب على بروسوفيتش وسيكوفوفانا اتنين من أفضل لعيب يوسط الملعب في العالم مش بتكلم على إنهما اتنين أفضل لعيب يوسط الملعب في البطولة ولا في الدوري السعولي اتنين من أفضل لعيب يوسط الملعب في العالم سواء بروسوفيتش أو سيكوفوفانا فانت محتاج على الأهل اتنين لعيبة لو انت هتلعب بالاتنين أوكي ما عنديش مشكلة يلعب حاتم سكر ويلعب فتوح هو اللي يلعب لعيب ثالث وسط الملعب بيبقى أنا عندي عمر السيسي أوروقة دونجا ومعاهم اللعيب الثالث يكون فتوح هوقفك أنا بس بس لو فتوح على الشمال ولعبت مع دونجا وعمر السيسي مثلا يعني عمر جابر حسب انت عايش تشتغل على عايش تشتغل على الترانزيشنز يبقى لازم اللعيبة هنا عشان لما يجيلك لخط الأمام لأنه الفرق اللي بتلعب كومباكت عايز تلعب كومباكت تشتغل على التحولات فهي القصة كلها مرتبطة ببعض مين هيلعب فين؟ ولو لعب دا يبقى لازم لها تبديلها تساني أنا متفاهم أحيانا جميلة زمالك تنتقد أمر جابر أحيانا بيبقى فيه بعض التحفزات على أمر جابر بس أنا أمر جابر في مباراة زي دي عمر خبرات كبيرة جداً مع منتقى مصر أو حتى في الاحتراف أو عمر جابر يعني أنا هحتاج لعيب زي دوة مع كامل الاحتراف مثلاً لعمري السيسي مع كامل الاحتراف دونجة وروقة بس الاثنين دول تحديداً عمر السيسي وروقة ما فيش خبرات خالص في الليبل ده متفق معاك جداً بشرط إن فتوح هو اللي بقى هنا يعني بقاش رابع في وسط الملعة بشتحيل ولا يبقى تالت في وسط الملعة يعني اتنين هولدرز دول يا كريم إكباري الاثنين هولدرز اتنين بقدرات دفعية أكتر من عمر جابر ووركريت أعلى من عمر جابر دول إكباري سواء اعتمد على روقة دونجة السيسي لازم اتنين من الثلاثة مجدوم في الملعة والتالي تيبقى عمر جابر يعمل شوية التحولات لو التالت عمر جابر يبقى يلعب هنا ناحية اليمين علشان جابها الخطيرة جداً الشمال دي فيلعب هنا عمر جابر وهنا يبقى فتوح لكن لو فتوح هو اللي موجود هنا خط الأمامي وهنا النقطة الخلافية الدائمة ما بين جزء من جمهور زمارك وما بين أنا شخصية مع أسوريو أنت بتتكلم هنا على الجزيري ما عندك شي غيره بتلعب بيه لكن الجزيري ده متأثر بالعب اللي بيلعب هنا لما بيلعب هنا سيد نمار بيلعب هنا سيد نمار لعب صغير الوركريب بتاعه أعلى السرعات عنده أعلى حتى الدريب لينج عنده جيد لعب أول مباراة نزل كبديد وسجل هدفين في المنستير فالراجل قده بشكل كويس فجأة لأنه مش في التشكيل الأساسي بتاع المباراة الماضية أمام الشباب مين اللي مكانه؟ مين اللي مكانه؟ شيكبالا شيكبالا عنده أزمة في الوركريت عنده أزمة في البدني عنده أزمة الراجل بنزله علشان الحل لأنه ممكن يعمل لك لقطة مضيئة في المباراة لكن أنا بلعب مباراة بالحجم ده أنا مش هبقى مستني لقطة مضيئة أنا عايز أدوار تتعمل على أكمل وجه خاصة أدوار البدنية ومعدلات السرعات والجاري والمساحات المقطوعة قبل ما أفكر في اللقطة لأنه ممكن اللقطة ما جديش أصلا لو شيكبالا لعب المباراة دي هيبقى في مشكلة هيبقى في مشكلة لأن أنا شيكبالا ما بيقدرش يوصل هنا بالمعدل المطلوب عشان تقولت كده قلتني سألتني سؤال قلتني هو عنده مشكلة في الترانزيشن ليه؟ أول ما بيقطع الكرة هنا ليه عنده مشكلة في الترانزيشن؟ علشان ده مش قادر يوصل للإندلاين مين اللي بيطلع؟ هنا سيف لوحدة وبيطلع هنا ده مش دور سيف إنه يطلع هنا يعني دور سيف إنه لما يعمل البنترشن يعمله هنا في العمس أو لو حتى لو هيطلع هنا لازم حد السرعات بسرعة جدا حد مين هيكمل معاه سيد نمار في المباراة في المباراة المنستير كان بيعرف يقطع ويدخل هنا فكان بيعمل السويتش بشكل جيد شيكبالا عمانبا بيوصل للمواطئة دي